صباح الخير هنتكلم في الفيديو ده عن دودة الكابلاريا فيلبينينسز ومن اسمها هي فيلبينية دودة فيلبينية جامع فيلبين وطايلند انتمك في المنطقة اللي هناك وعند الفار إيست ولكنها ابتدت تبقى ريكوردت في مصر أول حالة سجرت في مصر كانت 1988 في ربة منزل وهذه ربة المنزل على ما اكتشف الكابلاريا فيلبينينسز فيها كانت ماتت لأن هذا الديزيز فيعمل سيفير ووتري ضائرية كرونيك ضائرية بيقعد مستمر مالعين شهور لغات مالعين يتصفى ويموت جات لنا في مصر ازاي؟ نهي بتيجى عن طريق الرحلات بقى الهجرة بتاعت الطيور فطيور المهاجرة جابتها إلى مصر بالإضافة إلى المزارع السمكية اللي ممكن يكون فيها جي سمك مستورد من بره كان في كابلاريا فيلبينينسز فابتدى ان هو يعمل السايكل عندنا هنا في مصر هذه الدودة خطيرة جدا مهمة جدا من فضلك ذكرها كويس علشان هذه الدودة بتعمل كرونيك ووتري ضائرية للعيان وبيبقى عيان عادي مش امين كومبتنت مش امين كومبرومايز والدكاترة بيجي في دماغهم كل حاجة في الدنيا إلا الدودة إلا كابلاريا فيلبينينسز يعني ممكن يتلاقيه مثلا إيه واحد عيان جاي بيشتكي ببروتينيميا وكرونيك ضائرية وبدأ اتعمل له كل التستات بتاعة الديزيز الندرة اللي احنا بنشوفها في الليفر مثلا متابوليك ديزيز ملسا ما تعملوش ستول أناليسز يدور فيه على كابلاريا فيلبينينسز فهذه الدودة دودة مهمة لإنها ممكن لو انت نفلكتت أو انت ما جاتش في دماغك أو انت ما شخصتهاش هتموت منك العين طب تعالي نشوف ايه قصة حيات هذه الدودة تبدأ قصة حيات هذه الدودة بهذا البني آدم اللي قاعدة في السمول انتستن بتاعته دودة كابلاريا فيلبينينسز هذه الكابلاريا فيلبينينسز قاعدة مرشاقة نفسها في الميوكوزة بتاعت قاعدة جوه الميوكوزة كلها هذه الدودة هتبتدي ان هي تضيط وتحط البيضة بتاعتها هذه البيضة بتاعتها علشان تكمل لازم تنزل في فريش ووتر يبقى لازم البيضة دي تكمل تنزل في ايه في فريش ووتر ودي اول مرة نسمعها في النماتود ان ايه ندورة حيب تكمل في فريش ووتر طيب هزي البيضة بتنزل نزلت في فريش ووتر مين قابلها سمكة صغننة سمكة صغيرة لقيت البيضة بتاعة الكابلاريا شكلها حلو وبتبقى لونها جولدين ييلو لونها أصفر ده بي كده لونها حلو جميلنا كلها فكلت البيضة فقست جوه الأمعاء بتاعة الفيشة الصغيرة دي ودتني انفكتف لارفا جوه فين جوه أمعاء السمكة فجاء بقى بني آدم أكل هذه السمكة في الفلبين وطايلاند استاد السمكة وكلها كلها على بعضها ولا سواها ولا شل الأمعاء بتاعتها جات أحد رباط البيوت ربط منزل بتنظف السمكة ومغسلتش إيديها كويس دقت حتة من الانتستن بتاعة السمكة وهي بتعمل السمك يعني كتير قوي لما بيجوا الستات بالزاد اللي هم عندهم الكابلاريا بتسألها على الهيستوري بتاعتها تقولك أنا بحب أدوق السمك ناي كده وأنا بعمله فعشان كده هي متشرة أكتر في الستات رباط البيوت اللي بينظفوا السمك في البيت فجت هذه السمكة أكلها البني آدم الانفكتف لورفا دخلت جوه لسمون انتستن بتاعته رشأت نفسها في ميوكوزة كبرت وعملت لي ميل وفي ميل وابتدت طبيب بيض وهكذا وخلصت دورة حياة من هذه دورة الحياة في كذا حاجة مهمة جدا تعالوا نتكلم فيها أول حاجة من الديفينيتف هوست الديفينيتف هوست عندي هو البني آدم طب هل في ريزيرفوار أو في ريزيرفوار هوست أهم منك على فكرة اللي هي الطيور وطيوره مهاجرة اللي الديزيز دي أصلا بتاعها وبيتنقل ما بينها وما بين السمك اللي هي الفيش ايتنك بيرتز طب مين الهبيتات الهبيتات قاعدة في في الميوكوزة طب مين الانفكتف ستيج والمودف انفكشن هنا بقى لأول مرة خلي بالك في النيماتو دا أقولك انترميديا تهوست أنا عندي انترميديا تهوست اللي هي من small fresh water fish يبقى عندي هنا انترميديا تهوست اللي هي السمكة والمودف انفكشن عن طريق ان انا اكلت السمكة ناية مش مستوية كويس اللي جواها ايه جواها الامعاء بتاعتها طيب تعالى نتكلم على الحاجة مهمة قوي بقى ايه اللي بيخلي الكابلاريا فيلبنينسس خطيرة قوي كده اللي بيخليها خطيرة قوي كده ان انت ممكن تاخد دوتين تلاتة بس كالت سمكة واحدة محصلش حاجة لكن فيه انترنال اوتو انفكشن خطير جدا 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 بيؤدي الى هايبر انفكشن ممكن مية الددان تكتر جوا جسم البيعيان فالامتستن تبقى مليانة كابلاريا فيلبنينسس فعشان كده بيبقى عنده سيفير ووتري ضايرية ممكن تموته انترنال اوتو انفكشن تسببه ايه قالك سببه ان يزيل في ميل لما بتحط البيضة بتحطه نوعين من البيض فيه نوع فيكشلد الشيل بتاعتها قوية وحلوة وسميكة وزي الفل ودي اللي بتنزل الماء تكمل دورة حياتها تحت عشان اكمل لايف سايكل بتاعتي ونوع تاني فين شيلد الشيلد بتاعتها مش سميكة كده الشيلد بتاعتها رقيقة فالرقيقة دي فين شيلد بتفقس جوها الامعاء وتفقس جوها الامعاء وتطلع منها اللارفة واللارفة تبقى امبيدد في الميجوزة وتعمل ادلت والادلت تجيب بيض والبيض يجيب لارفة واللارفة تجيب ادلت وهكذا وبقى انترنال اوتو انفكشن ومش معتمد على الهيجين ده مش اكسترنال ومش معتمد على اي حاجة ده هيحصل هيحصل مش معتمد حتى على مناعة العيان يبقى بتعمل انترنال اوتو انفكشن بغض النظر عن اي يعني اي مؤسرات خارجية في الانترنال اوتو انفكشن ده بيبقى مصد وبيبقى ده بارت من اللايف سايكل بتاعتها فعشان كده الكابلاريا في البنينسس دي خطيرة جدا وممكن تكتر قوي في العدد لدرجة ان هي تموت العيان تعال نتكلم بقى اول حاجة انا عندي دودة الدودة دي مرشاقة نفسها جوة الميكوزة هي قاعدة كلها على بعضها كده ايه جوة ايه الانتستينال الميكوزة فعملة انفلاميشن وعملة اتروفي في الفيلاي فالول بتاع الانتستين بيبقى فيه انفلاميشن وبيبقى فيه ديمة وبيبقى الفيلاي كمان اتروفايت فمش عارفة تقضي وظيفتها بشكل كويس مش عارفة تعمل ابزوربشن وفيه واجع فالعيان ده هيبقى عنده ايه ومال ابزوربشن عنده عنده ديرية على طول عما رايح جاي على الحمام الي عنده تصف فبقى جلدة على عظم ولوصف ويت بس في نفس الوقت عنده ايديمة رجليم والرمة الي عنده ما بيمتصش اي حاجة فالاملح كلها تنزل مع الستول البروتينز كلها تنزل في الستول الفاتس كلها تنزل في الستول وبيش اي حاجة بيمتصها البروتين وجدها هو اللي بيمنع عن المية تخش الخلايا بتاعتي. خلايا بتاع جسمي. لما البروتينز بتنزل مع الستول او لو بتنزل مع اليورين او اي حاجة حصلت عاملة هايبو بروتينيميا في جسمك. فبتبتدي خلايا الجسم تحوش مية. فلما خلايا الجسم تحوش مية العيان ده هيبقى جلد على عظم. بس رجلي ورمة. ببتدي ايه بالورن بيبتدي من تحت. ببتدي ايه بعنده ايديمة بسبب الهايبو بروتينيم. يعني بقى العيان ده اول بشان فيش اي حاجة بتمتص فيؤدي الى ان هو هيحصل له دي هايدريشن خلاص بس بالاضافة الى هايبو بروتينيمي العيان ده اللي بيموته اول حاجة العيان ده عمال يفقد كل حاجة فبيفقد كمان الالكترولايتز زي البوتاسيوم وزي السوديوم والحاجات دي ممكن تأثر على المسل وبالذات بتاع القلب بتأثر على الكوندكشن في القلب فممكن يحصل له هارت فيلير ده اول سبب الوفاة تاني حاجة ممكن سوبر ان عيان ده منعته بتقع وبتنعته بتقع في الارض فبيبعوضة للبكتيريا ممكن يموتوا سبب السكند البكتيريا الانفكشن او الالكترولايت لما تيكي تشخص العيان العيان ده جاي من انديميك اوريا مديني هستوري نهو بيأكل سمك ناي وبيأكل سمك صغير ناي عنده كرونيك وطري ضايرية بقالها شهور ومش عارف لها سبب لو عملت له تحليل في السيروم بتاعه هتلاقي ان هو عنده كل الاملاح في جسمه قليلة والبروتينز قليلة الل야 عنده هتلاقي عنده اوزينوفيليا لا ليه معنى هي مبيدت في الميوكوزة بس حتى وهي مبيدت في الميوكوزة الل الل��Evetى لا منعته في الارض بسبب ان هوا بيفقد كل حاجه هوا جزي المناعة بتاعه مش قادر يرد اساسا فمش هتلاقي عنده اوزينوفيليا هتلاقي عنده شوية لوكل مناعة لوكل كده اللي احنا هنشوفها دلوقتي في ايه في الستول في الستول في السطول اناليسز بقع اللاعنا بتلاقي عنده كل حاجة. هتلاقي الادلت. هتلاقي عنده كل بتاعت. ليه? ما هي مش الادلت بتاعته بدت جوه الميكوزة. بس الامعاق بتاعته بتتنفض. عنده عنده ضايريها فالامعاق بتتنفض فكل اللي فيها بينزل. فهتلاقي فيها الادلت. الادلت بتاعتها بتبقى يعني بيقول لك شبه الفول السوداني كده. بيبقى عندها على كل ناحية. وليها فيكشل ولونها جولدن ييلو. لونها جميل. وهتلاقي حاجة كمان اسمها تشاركوتلايدين كريستالز تشاركوتلايدين كريستالز ده ناتج تكسير الإزينوفيلز يبقى الإزينوفيلز اللي ما بتتكسر بتديني الكريستالات اللي منظرها عامل كده بنشوفها تحت المكروسكوب المنظر ده بالظبط فهذه الكريستالات تعرفني ايه تشاركوتلايدين كريستالز ده فيه لا فيه إزينوفيلز بتتكسر فأنا عندي شوية local immunity كده في صورة الإزينوفيل دي اللوكل اللي بتتكسر وتبيني لكن في السيرة مش هلاقي زينوفيلي عند هذا العين كلمة شاركوت لايدين كريستلز انت مش هتسمعها في المنهج في الهلمينتز الا مع الكابلاريا فيليب بنينزز فلو لقيتها في الكيز هتعرف على طوله انهو بيتكلم على كابلاريا فيليب بنينزز تعال بقى انا عالج العين ده هنديله البندزول او مبندزول بس خلي بالك البندزول اقل لحاجة عشر تيام والمبندزول اقل لحاجة شهر يبقى العين ده هيمشي على علاج ده ده لمدة شهر بس الاهم من ده كله انه ندخله المستشفى وديله اي في فليود اعوض له الدي هايدريشن اللي عنده وديله بروتينز عشان الاديمة يبقى لازم اعوض له ايه اديله البروتينز وديله الحاجات تكمل له المقص اللي عنده وممكن يحتاج يخش المستشفى عشان ياخد محالين ازاي نعمل كنترول هتعالج العينين لانهما مصدر العدوى عشان البيض مايلوزش الفريش ووتر ومايلوزش السمكة انت تعلم الناس انه هما ما يكلوش السمك ناي يكلوا السمك اي مستوي كويس او يسووا السمكة قبل ما يكلوا thank you